بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي وسلم على محمد وآله محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة بعنوان لجان تنظيم مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي بنسخته السادسة إبداع وتواصل إن شاء الله حديثنا بإذن الله تعالى مع ضيفتنا الحاضرة والقيادية والمميزة الأستاذة بشرة الكناني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بداية نبارك لكم ذكرى ولادة السيدة زهراء عليها السلام ونبارك لكم هذا المشروع الكبير اللي نعيش إحنا صراحة الآن نتائج مبكرة ومتسارعة هذه نتائج كانت على لسان الضيفات اللي كانوا من خارج العراق قبل أن تكونوا من الداخل وهذا بحدات تحقيق أول هدف من أهداف هذا المهرجان نبارك لكم ولادة السيدة العظيمة صاحبة الذكرى السيدة الزهراء سلام الله عليها ونشكر الله ونحمده على هذه النعمة الحمد لله أستاذة بشرة بداية نحن نتحدث حضرتش مسؤولة مدارس الكفيل النسوية الدينية التابعة للعتب العباسية المقدسة فيها ما فيها من المشاريع بداية كل نسخة من نسخ هذا المهرجان طيلة النسخ اللي فاتت إلى هذه النسخة السادسة يعني والراعي والداعم والراعي للفكر والأدب والفن النسوي الملتزم سماحت السيد أحمد أصافيدان عزه المتولي الشرعي للعتب العباسية المقدسة إشراف حضرتش على كل تفاصيل هذا المهرجان صراحة بدقة هذه التفاصيل أثبت كيف أن المرأة اليوم المرأة المسلمة لديها ما لديها من الثقة بكل ما أحيط بها من مسؤولية كيف أدت هذه المسؤولية على كافة المستويات في هذا المهرجان تحديدا فاليوم عد ما نتحدث عن هذا المهرجان حضور نسوي محظ من حيث إدارة، تنسيق، إشراف، تشريف، خدمة نجد القارئة، نجد الباحثة، نجد المشاركة، نجد الضيفة نجد الرئيسة الجلسة، نجد المقررة يعني كل تفاصيلها كانت المرأة وجودها صراحة وحضورها محظ وما بين هلالين مميز أنا بداية قبل أن أتحدث بهذه المنطقة المميزة مشروع العملاق هذا المهرجان أبدأ مع مدارس الكفيل النسوية الدينية بداية أتحدث عن طبيعة عملكم الحديث لأن صراحة طاويلة لكن أحب أن نختصر في هذه الدقائق ومن أتمنى أن نغبوا في أن فعلا تسردون كل نشاطاتكم في هذا المشروع التحديدا نعم نتحدث عن إدارة مدارس الكفيل الدينية النسوية في العراق طبعا بدأ العمل في المدارس الكفيل أو إنشاء هذه المدارس في عام 2014 نعم استلمت المهام في نهاية 2015 كانت عبارة عن مجموعة من المدارس متوزعان ما بين الوسط وجنوب العراق تقريبا كان بحدود العشر مدارس الآن وصلت إلى 15 مدرسة سيد بوش رائعا لو أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام مسألنا عدد هذه المدارس مواقعها الجغرافية الطالبات اللي اشتركوا فيها أو اللي انضموا إلها والتحقوا إلها مثلا الخط البياني لأعداد الطالبات اللي هو في تزايد اتفضل طبعا هي المدارس الكفيل هي من المدارس التخصصية التي أولتها العتب العباسية رعاية واهتمام بالغ لأنها تعنى بالمرأة والمرأة أساس في هذا المجتمع الآن وصلنا إلى تقريبا 15 مدرسة في وسط وجنوب العراق من البصرة وحتى كربلا وبغداد والنجف وذيقار والديوانية وبابل ونسعى إلى توسعة هذه المدارس لأن هناك شغف حقيقة وطلبات تنهال علينا باستمرار لفتح مدارس لما وجدناه لمسى المجتمع من فائدة لهذه المدارس طبعا المدارس الأعمار التي تدخل في هذه المدارس من عمر 15 سنة إلى 45 سنة لا نترك امرأة يعني الشهادة الأكاديمية لهذه المدرسة المرأة التي تدخل إلى هذه المدرسة لا بد أن تكون متوسطة لكن قبل المتوسطة أيضا هناك دراسة تمهيدية يعني اللي حاصل على الابتدائية هناك نسميها السنة الثقافية أو السنة التمهيدية لهذه الطالبة إن كانت لا تقرأ ولا تكتب أيضا لا ترجع هناك دروس محوى الأمية وفعلا أثبتوا نجاح وجدارة سعدة الطالبة من الأمية إلى السنة الثقافية ومن السنة الثقافية الآن هم طالبات لدينا في المدارس ما شاء الله لو سألنا بشكل عام ما الغاية من إنشاء هذه المدارس وما آلية الانضمام إلى هذه المدارس وهل هناك ثقف محدد للأعداد التي تدخل بالنسبة للطالبات أم الرقم مفتوح وحر بالإمكان يعني هناك مثلا احتياج معين أم لا كل من يأتي في ذهنين وتلتحق بهذه المدارس وتضم إلها بالإمكان طبعا بالتأكيد حاجة المجتمع إلى المرأة حاجة ضرورية أن تكون امرأة متقفة وواعية من خلال هذه المدارس نبني جيل واعي ومثقف لتكون زوجة صالحة وتكون امرأة واعية تربي جيل للمجتمع للنهوض بهذا المجتمع سؤالكم الثاني كان شنو عفوا؟ كان سؤالي فيما احنا الآن تحدثنا عن الغاية الآن احنا لو هكذا عرجنا على آلية الانضمام إلى هذه المدارس خصوصا تحدثت أنه ليس فقط في كربلاء الموضوع يشمل كثير يعني المساحة والرقعة تسعت ما شاء الله طبعا آلية الانضمام قلنا العمر محدد للمرأة التي تدخل فيما يخص الأمر أما فيما يخص شهادة الأكاديميق هنا هي لابد أن تكون حاصلة على شهادة متوسطة الأمر الآخر طبعا لا نكتفي بالدروس الفقهية والعقائدية والسيرة والأخلاق والمنطق بل هناك دورات مستمرة لإعداد الكادر التدريسي والطالبات هناك سفرات ترفيهية هناك دورات تأخذ للطالبات توعوية أيضا هناك منهج بحث عندما تصل إلى المراحل المتقدمة في السنة الخامسة نحن مدة الدراسة خمسة سنوات دراسية وفي النهاية قامتها إلى سس سنوات دراسية لأن الطالبة محبة للعلم حقيقة ولو تعملين حقيقة أتمنى أن تكون هناك لقاءات مع طالبات عديدة من وسط وجنوب العراق أصبحوا شاعرات بلغات إن شاء الله مثقفات كاتبات بالمناسبة نحن في مهرجان روح النبوة على مدى كم سنة الفائزات الأوائل هم من مدارس الكفير يعني ينافسنا الأستاذات الجامعيات في الأكاديمي يعني منهج رصين متضح في هذه المدارس بالتأكيد أعود وأسأل هل هناك ثقف محدد للإحتياج بالنسبة للرقام اللي يلتحق بي أو ينضم إلى هذه المدارس بالنسبة للطالبة طبعا تسأليني أقول لا لابد أن لا أوقف التسجيل لكن يحكمني المكان وأكثر شيء المكان طبعا لأنه هي عبارة عن إما مدارس تابعة العتبة العباسية بناءها أو إيجار طبعا بالمناسبة تصرف مليارات على هذه المدارس أكيد مع هذه التفاصيل تصرف مليارات ولكن يعني العتبة العباسية تبذل كل جهدها وتعطي كل ما يعني حقيقة ما تريده هذه المدارس في سبيل بناء إمرأة واعية مثقفة مؤمنة إيمانا كامنا بمذهب أهل البيت ونشر علوم أهل البيت موفقين إن شاء الله في هذا العمل وهذا الجهز صراحة أستاذ أبو شرى ماذا تقدمون لمن تدرس في هذه المدارس وماذا تنتظرون منها بعد التخرج؟ طبعا أوفر للطالبة كل ما تحتاجه من الدعم أولا المناهج مجانية الآليات التي تنقل الطالبة من بيتها حتى المدرسة وترجعها مجانية يعني كل الأمور متوفرة لها لها سفرات مرتين بالسنة إلى هذه الطالبات إلى العتبات المقدسة وأماكن ترفيهية يحتاجها في محافظاتهم كذلك هناك دعم مادي لها يعني منحة هذه السنة أعطيناها للطالبات هذا كل ضمن تخطيط يشتغل على نفسية الطالبة التي تهتح حتى تبقى مستمرة وبتالي تحققون الهدف من التوعية طبعا عند الطالبات الأوائل لهم هدايا مجزية ونتيجة تعبهم وفعلا تنافس كلش واضح ما بين الطالبات بالعشار الدرجات الأوائل طبعا خرجنا الدفعة الثانية هذه السنة من مدارس الكفيل والشيء اللي حصننا عليه أنهم أصبحوا مبلغات الآن في العتبة العباسية المقدسة في الزيارات المليونية وكل خميس وجمعة وثبتهم موجودات للتبليغ في تصحيح الوضوء وأحيانا في الاستفتاءات كذلك اللي حصننا عليه الآن أصبحوا قسم منهم مدرسات في مدارس الكفيل ما شاء الله يعني النتائج المثمرة الحمد لله بدأنا نجني ناظر على الحمد لله نقادم أفضل إن شاء الله أستاذة بشرة ما أي تبادر إلى ذهن أي أحد يسمع بمدارس الكفيل الدينية النسوية يتبادر إلى ذهن مباشرة حفل التخرج المركزي وهذه أصورة رائعة واللائقة والملتزمة دينيا وخلقيا اللي تمثلت بكل تفاصيل هذا الحفل والتركيز على قيم إيمانية كثيرة وتعزيزها في هذا الحفل صراحة بحد ذات مشروع هذا نتحدث بي على لسانكم نعم فضالي طبعا حفلات التخرج عندما لاحظنا الحفلات يعني انحراف المسار التربوي خلي نقول عن جادة الطريق الصحيح لحفظ هيبة العلم الإنسان بعد التخرج المفروض يكون واعي أكثر وناضج أكثر وإذا نشاهد هناك حفلات مبتدلة بدأت تسيء إلى العلم حقيقة والعمليات التربوية التعليمية ففكرنا بأن تقيم العتبة العباسية المقدسة حفل تخرج للطالبات وبالعكس طبعا كل هذه المشاريع اللي تتبناها شعبة مدارس الكفيل بدعم كبير تحظى بدعم كبير من لدن العتبة العباسية المقدسة وعلى رأسها السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عز يعني الفكرة عندما تطرح عليها ومكتوبة ونناقش يناقشنا فيها يأيتها تأييد تام ففعلا بدأنا بستمائة طالبة السنة الأولى وكنا حقيقة نستجدي الطالبة في سبيل أن تدخل تخوفا منهم أو البعض لم يعرف مشاريع العتبة العباسية فكنا نأتي بالطالبة ونوافق على أن ترافقها أمها أو أختها تخوفا منهم وفي السنة الثانية كان العدد أكبر وأيضا كنا لك تخوف بس أقل من العام السابق باعتبار بدأت الناس تثق بهذا المشروع فرفعنا أنه كل عشر طالبات يأتون بمرافقة واحدة للسنة الثالثة لا رفضنا حتى نفسح مجال أكبر عدد للطالبات وفعلا بدأ بألف طالبة أصبح ألف طالبة وفي العام آخر حفل نتحدث عن آخر حفل كان 2700 طالبة مشاركة فعلية في هذا الحفل اشتغلتم في هذا الحفل على موضوع تعزيز الهوية الثقافية للمرأة المسلمة اشتغلتم على موضوع الثوابت واحترام الحكم الشرعي اشتغلت على فكرة أن هذه المرحلة صراحة مرحلة صعبة في حياة الخريجات حيستقبلون خصوصا هذه المفاهيم الدخيلة والمغلوطة والتي تضرب مجتمعنا اليوم تفضلي طبعا بالتأكيد عندما نأتي بالطالبات هناك برنامج متكامل لهم يعني ليس فقط في ساحة نأخذهم إلى ساحة الاحتفالات ونحتفل وترجع كل طالبة إلى مكانها لا قررنا أن يكون هناك برنامج متكامل بحيث تشعر الطالبة وكأنها ملكة في تخرجها يعني هناك قاعة نأخذ الطالبات فيه هنا الليلة السابقة للمهرجان أو للتخرج لحفل التخرج هناك حفل مركزي أيضا خاص بالنساء بالبنات يحتوي على محاضرة ثقافية ترفيهية إضافة إلى المواليد نشعر الطالبة أنها احتفلت ضمن جو ملتزم ونسوي وتأخذ حرية فيه دون أن تخدش الحياء ودون أن يعني حفاظا على هيبة العلم وهيبة المرأة ومكانتها الإسلامية والشرعية واستطاعت أن تحتفل وكأنها ملكة وهذا على لسان الطالبات طبعا يقولون كأننا ملكات أستاذ أبو شراء لو انتقلنا إلى منطقة النتائج في هذا الحفل المركزي حفل التخرج المركزي للطالبات تفضلي طبعا النتائج اللي حصدناها من هذه الحفلات التخرج قلت بابتداء أنه كنا نستجي أنه طالبة تجي ونتوسل بها حتى تحضر حفل التخرج فقط في الأول ثم بعد ذلك بدأت تنهال عن الرسائل لمطالبة الطالبات في السنوات الأخيرة الأهالي تتوسل في تسجيل بناتهم بحيث نحن إذا فتحنا التسجيل الإلكتروني خلال نص ساعة يغلق لأنه يستوفي العدد ماشاء الله فهذه يعني الحمد لله أشياء مفرحة وتأتي الطالبة اللي تقول تعحد إليكم بأن لا أشترك بحفلة مبتذلة مقابل أن أشترك معكم في حفلات التي تقيمها العتبة العباسية المقدسة هذه نتيجة أولى هذه نتيجة أولى النتيجة الثانية الحمد لله والشكر أنه وزارة التعليم العالي الآن ألغت كل حفلات المبتذلة التي تكون يقيمها الطالبة داخل الجامعة أحسنتم وأنتم أيضاً يعني صراحةً بهذا المشروع كان رد على كل من يقول وقتنا الآن لا يسمح صعوب أن نواجه هكذا تحدي وإذا بهذا الحفل المرحب الحمد لله والشكر الحمد لله موافقين إن شاء الله والسادة بشراف الحديث معكم شيق وغني بالكثير الله يبارك فيكم وصراحة يعني مواكير البشارة والخير والتفاؤل للمستقبل بإذن الله يعني جداً واضحة في كل كلامكم اللي ذكرتو الحمد لله والشكر طبعاً بالمناسبة بعض الجامعات في الجنوب بدأت تسير على منحة بنات العقيدة بنات الكفير ما شاء الله هذا أيضاً من نتائج المهمة صراحة نتائج المهمة أحسنتم على خطاة بنات الكفير بإذن الله تعالى نكمل ويحضرتكم هذا الحديث المبارك إن شاء الله بعد هذا الفاصل نذهب إلى هذا الفاصل ثم لنعود حياكم الله في هذه الحلقة الخاصة بعنوان لجان تنظيم مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي بنسخته السادسة إبداع وتواصل مع الضيفة العزيزة وضيفة المميزة إن شاء الله الأستاذة بشرة الكناني مسؤولة مدارس الكفير الدينية النسوية مرة أخرى حياكم الله أهلاً وسهلاً بك حديثنا كان قبل هذا الفاصل عن حفل التخرج تحديداً وتحدثنا عن جوانب كلها إيجابية صراحة نتبشر بخير أنتقل إلى منطقة أخرى لابد أنه صادفكم وإحنا في هذا التحدي الكبير صراحة والخطر وكثير من الأفكار الضالة والمضلة وحرب ناعمة نعيشها يعني إحنا ما نشعر بيها لكن بعد وقت بعيد جداً كي يكون عشر أو خمسطعش سنة تبدأ آثارها تظهر على الفرد نعم تقمن خطورتها صراحة في هذا العمر واجهت ردود أفعال أكسية تجاه تفاصيل هذا الحفل طبعاً بالتأكيد الاحتفال الأول واجهنا هجوم شرس في الأقلام من قبل بعض الطالبة من قبل المغرضين وين تردون توصلون بالطالبات شنو هالحفل ملبسيهم وكأنهم أخذيهم للحوزة ومن هذا الباب فكنا الرد حقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي والردود الأفعال من الناس قليلة كانت لكن بالسنوات الناس نفسهم المشاركين لا الطالبة تقريباً الطالبة بس لأنه كانت حقيقة كان عشرات الحفلات المبتدلة تبث فيعني تأخذهم الإغراءات وكذا بس لكن بالسنوات الأخيرة حقيقة السنة هذه الأخيرة اللي قبل أشهر كان حفل التخرج الشعبة لم ترد على أي شيء يكتب وإنما الناس بدأت تهاجم فلذلك كان كلش قليل المغرضين ولكن ردود الأفعال من الناس كانت قوية جداً باتجاه الإيجابي نحو الحفل التخرج وبدأت كذلك أيضاً حقيقة تنزل فيديوهات من قبل الشعب وإنما من قبل الأهالي من قبل الناس من قبل بعض المؤسسات تتبنى هذه الفيديوهات تقارن ما بين حفل التخرج التي تقومه العتبة العباسية وما بين الحفلات المبتدلة والهجوم يكون واسع عليهم أحسنتم وموفقين إن شاء الله صراحة في هذا المشروع وإن شاء الله للأفضل نسأل الله التوفيق للجميع بإذن الله تعالى أستاذة بشرة نحن نتحدث عن مشروع من مشاريع المدرسة صراحة أو مدارس الكفيل الدينية النسوية تفصيلة أخرى ومهمة صراحة متعلقة بهذا الحفل تحديداً هذا الحفل فيه فقرات الحفل كان من ضمن فقراته ومحاضرة يلقيها سماحة المتولي الشرعي السيد أحمد أصافي دامع يركز فيها على الأهم والأهم واللي إلى الأولوية فيما نعيشه من أخطار فكرية صراحة تواجه بناتنا وأبنائنا في هذه الفترة تحديداً هذا العمل برمته بكل تفاصيل تأسس ضمن دراسة وتخطيط ما كان مصادفة أبداً فإذن كل شيء مقصود به اليوم لو أردنا أن نتحدث عن فكرة اليوم الفكرة التي مع الأسف الآن كانت منفذ لأن تدخل إلى أفكار كثير من النساء موضوع تثقى أنت إذا كنت تثقين بنفسك فتجرأي فيختلط مفهوم الثقة مع مفهوم الجرأة وبالتالي يبعد المرأة عن الحياة وهو ما أكد عليه سماحة السيدة مع الزهو لو تحدثنا عن تفاصيل أو تنظيمكم وتفكيركم بهذا كذا فكرة تزج في هذا الحفل نعم طبعاً بالتأكيد لكل حفل تقريباً يرفع شعار نعم شعار هذه السنة كان مستوحى من أحدى التوصيات لمهرجان روح النبوة للعام السابق ما شاء الله كان من ضمن التوصيات وثيقة العفاف العمل على التأكيد على وثيقة العفاف بين مركز الدراسات الاستراتيجية في العتبة العباسية وشعبة مدارس الكفيل وتفعيلها تفعيل هذه الوثيقة فإحنا فعلناها من خلال حفل التخرج رفعنا شعار الله الله في الستر والحياء الله الله في العفة والعفاف في الستر والعفاف وطبعاً هذه من توصيات المرجع العلى سيد السستاني حفظه الله حفظه الله لتوصياتها للمرأة في المجتمع كانت هو هذا الشعار الله الله في الحياء والعفة والله الله في الستر والعفاف وفعلاً أكدنا على هذا الشيء بالمناسبة البعض يقول لماذا تلبسون الطالبات الخريجات هذه العباء الزينلية أو الكمامة تقي لم نوصي أي طالبة بلبس الكمامة هي تأتي من محافظتها حقيقة نتائج فعلاً حتى العباء الزينبية في السابق كنا نعاني إنه مثلاً تأتي بحجاب عادي وكذا فنقول إنه احتراماً لمنطقة المقدسة والمحافظة المقدسة والوقوف بين يديه أمام قبة أبي الفضل العباس والدخول إلى الحرمين البس العباء الزينبية هي منظمة التوصيعة لكن الكمامة هي وحدها الطالبة الآن في الحفل الأخير ما شاء الله فعلاً وأقولها بصراحة في بعض أحد الأخوات من خريجة كلية الصيدلة يعني هذه بعثت رسالة لنا قالت إنني كنت أكره لبس العباء حتى أنني لم أزر في سبيل ما ألبس العباء لكن عندما وقفت أمام قبة أبي الفضل العباس أقسمت ألا أنزعها بعد اليوم وإنا أرتدي العباء وأنا جالسة في الصيدلية ثمرة مهمة قطفتوها من هذا الحفل صراحة أتمنين أنك أكثر نتحدث عنه لكن الوقت كما تعلمين إحنا محكمين به أستاذة بشرى ننتقل إلى مشروع آخر من مشاريع هذه المدرسة أو المدارس المباركة فضلية طبعا من إنجازات مدارس الكفيل أيضا أو النشاطات التي يقومها هي المخيمات الكشفية المخيمات الكشفية لطالبات الجامعيات منذ تأسيس الشعبة شرعنا بهذا المشروع وبدأت الطالبات نأتي بالطالبات من المحافظات الأخرى مدة خمسة أيام أو ثلاثة أيام طبعا تتضمن فعاليات متنوعة عقائدية فقهية أخلاقية طبية علاجية مواهب الطالبات من خلال الرسم والأعمال اليدوية هذه الأفكار استخدثت أثناء الأثناء يعني عملكم؟ لا طبعا هو نحن نخطط وننفذ نعم نناقش الموضوع ونخطط له وننفذه وفعلا كانت هناك استجابة من الطالبات بالمناسبة هذه الطالبات في المجموعة الطبية مثلا كمثال كانوا معنا في المجموعة الطبية في المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة عندما تخرجوا فكرنا بمشروع آخر وهو فتح وحدة الصديقة الطاهرة الطبية التطوعية وتم فتحها لمعالجة الزائرات في الزيارات المليونية والآن كل خميس وجمعة وسبت أيضا يأتون وموجود الآن تابع إلى قسم شؤون الطبية في العتبة العباسية بلغ ما يناهز الستمائة متطوعة ما بين طبيبة وصيدة لانية وممرضة حسنتم طبعا كل المشاريع الآن ذكريها والمنافذ التي فتحت في هذه المشاريع صراحة قابلة للتطور بشكل أخوض إن شاء الله بإذن الله لكن مع السنوات إن شاء الله سنة بعد سنة تتطور أكثر حتى تتسع الرقع أكبر طبعا من النتائج المثمرة لحفلات التخرج نعم أيضا إنشاء وتأسيس رابطة بنات الكفيلة التطوعية الخدمية طبعا الآن بلغ عدد المتطوعات في هذه الرابطة خمسة آلاف متطوعة في الزيارة الأربعينية اشتركوا منهم في أيام الزيارة الأربعينية ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين طالبة ما شاء الله محمد لله والشكر أقبال وتفاعل هاي طالبات الخريجات حتى في المهرجان الآن نعم الذي يعني اعتمدنا عليه واعتمار في مهرجان روح النبوة من أقام الخدمة لهذه الأخوات المشاركات في مهرجان روح النبوة هم خريجات المتطوعات الخريجات ما شاء الله يعني التفاعل نستطيع أن نحجده بفئة عمرية معينة تفاعل أكثر أنه بعد التخرج يريدون أنه شاركون يكون لهم حضور نعم أكيد بالتأكيد يعني كل الطالبات الخريجات الآن يتهافتون على الدخول في رابطة بنات الكفيلة التطوعية ما شاء الله لو ذهبنا إلى مشروع كبير جدا اللي هو انبثق من مدارس الكفيلة الدينية النسوية مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي بنسخ متعددة إلى أن يصل إلى النسخة السادسة بتفاصيل مهمة جدا ملفتة للانتباه حققت أهداف آنية مبكرة متسارعة ونحن اليوم في الأيام الأولى من النتائج باعتبار أننا فيه على هامش هذا المهرجان معكم بإذن الله تعالى نفتح حوارا آخر في حلقة مقبلة إن شاء الله حتى نتحدث عن تفاصيل هذا المهرجان نتحدث عن نتائجه وأيضا نتوقف عد صعوباته إذا كانت هناك صعوبات ولابد بكل مشروع ناجح صراحة واستمرار المهرجان وبهذا الحضور المميز يعني يعد من أولى النقاط المهمة في نجاحه صراحة وفي تميزه الآن يشار له بالبنان من الآخر الذي لا ينتمي إلينا ربما لا في اللغة لا في الثقافة لا في القومية لا حتى في الدين لكن يشير إلى هذا المهرجان الذي كان الحضور النسوي المحف فيه التأثير الكثير كل هذه التفاصيل إن شاء الله نتعرف عليها مع حوار مقبل مع حضرتك أستاذة بشرة الكناني كل التقدير والاحترام لحضرتك والدعوات القلبية الصادقة بالتوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا لكم عزيزتي الله يبارك بيكم الله يحفظكم إلى هنا نصل إلى الختام في أمان الكريم اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لكم